عمر كمال أول مرة بقى حسيت خلاصة هي بتندع هتتحك أول مرة بتادي بتتحك لك الدنيا كانت امتى لما عملت أغنية اسمها الغربة عملت برضو موالك بسيط جدا زي الفيديوهات كتيرها بعمل لك ما كانتش تنجح فعملت موالك اسمه الغربة ونزلته عن نت انتشر جدا كان الكلام ده من 8 سنين انتشر جدا ونشى يا رتو الكلام ده كله بتاع بدأت الدنيا يعني آه تمشي تمام آه أول السفرية جات لكلموني قالولي في كافية عايزك في الإمارات في الإمارات آه في الإمارات آه بسطت بقى آه جدا بقى عركب بقى طيارة بقى أول مرة كنت تركب طيارة؟ آه أول مرة تركب طيارة عمرك مركبت طيارة قبل كده خالص في حياتي خالص ما شفتش ما شفتهاش خالص تمام ويتحكي بقى كمان من كتر الغلب يعني انا سأقف دركب مطار الكاهرة آه كانوا فاهميني مفيش طيارات من مطار الكاهرة بتروح دبي آه بتروح دركب برج العرب عشان فرح قيت أذكرة عشان يعشان يعجزيلي على طياران مخفض شوفي من آه ثم فرحان بقى آه رايح رايح دبي بقى ورايح الإمارات رحت رحت هناك بقى بدأت الدنيا أنا بقى زكي أنا بقى أي أنا برضو راح شهر آه آه فروحت هناك وأوجده عملت شهر حلو قوي نعم وتعرفت لك على مواطن رجل ابن حلال جدا تمام ومحتنق تعرفت عليه وخدت الرقم وزبطت حلو وعملت فبعد الشهر خلص رجعت فين رجعت ماصر تاني آه كنت أنا لأت تعالى تصحب المكان إنك عملت معهم مشكلة ليه أنا بقى كنت شاطر ونستي جي تسأل كنت في عجمان ما كنتش في دبي تمام فمسلا الناس تيجيت تروح تقول لي مسلا في أماكن تاني دا عمر كمال هنا بيغني الغربة دا الواد بيعمل نمر زال فلو دا حافز لي فلان وعلانه بيغني بيعارف ايه وكلام دا كله فييجي يطلبوني راجل قلهم لا ليه عشان هو عايزني عنده حصري رقم اتنين أنا اتفقت معاه عشان الأجر كان قليل قلت له لو جالش عندك ثابت أساسي بس لو جالش شغل تاني هروح دحك عليها هناك قال لي لأ وضوط بعد كده قال لي انت عامل فيزيز زيارة لسه مش عامل أي حاجة قلت غالبان بقى قال لي انت عامل ايكامة ممكن اشتكيك ما تروحش ما تعملش تنازل عليها ممكن امنعك من دخول الامارات فانا خفت فقعدت عنده قلت قد الشهر يا اخي الناس اللي بتقذي الناس او الله لعظه انا معرفش بيفكروا ازاي قال لي بقى عندي بقى ايه تكمل الشهر فكاملت الشهر بالطول العرض كنت نعم في فندق ثلاث نجوم مع واحد في نفس الغرفة مش مشكلة بقى مش مشكلة اه فانا جيعتك كهيرة المواطن ده متجوز مصريا مخلف منها اتنين على حظ المواطن المواطن الاماراتي اللي انت تعرفت عليه في الاول اللي انت تعرفت عليه تمام جي هنا قال لي امارة بصك فيك انا بحبك جدا انا انا عايز منك خدمة انا فرح واحد من عيالي عايزة كده تمسيك الفقرات النمر زي ما قال ويجيب للفرقة والكلام ده كله وتشوف اللقاعه كده تمام وقتوله حواطر ده كان هناك كان هنا هنا وعمل فرح ابنه هنا ابنه هنا اه حجزت له قاعف العباسية اه وجيبت له فرقة وعلى صاحبنا وكل الفقرات اللي دي كده تغنى على الفرقة تمام والله العظيم يا امير انا بعد ما خلصت مدهن طلع لي مبلغ ساعتها كان مدي عايزة ديني خمشهر عشان قل في جنيه كالية اه وقلت له والله العظيم لا يا عام قلت له لا انا عايز خدمة بس قال لي وقلت له انا نفس اقطع تذكارة طيران وحجزلي فندوق اسبوع دور على شغل فين في الامارات تمام قال لي بس كده اه بس قلت له اه والله العظيم بس وسمعت ان فيه طيرات في مطار الكاهرة قال لي يا ابني اه طبعا ما قلت له قلت له قلت له قلت له تعال حجزك على مصر حجزك على مصر للطيران بس روحت عملت ايه في الامارات روحت بقى اه كنت انا حبيت واحدة هناك بنت سوريا عسل هناك الله نسيها بالخير اه والله العظيم وهي هي كانت شغالة في العقارات وكمها عربية تمام وتعرف الامارات كلها تمام كانت زي كده حرجة تمام روحت هناك بقى خدت فاندق قعدت له بقولك ايه ساعديني لانا ايه ادور على شو ماشي قيتلي ماشي هوا هيكها بتحبيني جدا انسانك ويسا ربنا مسيها بكوي يرزق اخر الدنيا كله يا رب بس ساعدت ادور هنا ودور هنا ودور هنا ودور هنا ودور هنا ودور هنا ودور والكلام ده كله لحد ما يا ربنا اكرامني بواحد صاحبي شاف لي مكان ثابت تغني فيه اه وهيعمل لي اقامة تمام اه اكو عربشت ومضيت وبتاع ومن هنا بقى الدنيا دي حكت بقى دي حكت فقط اه بتدت بقى اه توريك والشغل حل عملت بقى فلوس بقى وازدت اشتريت عربية كيا على على قدي ورات اشتريت شقة في المقطن كياه في الدور الارضي واقامت في الكاهرة وبدأت بقى اشتغل في المكان ده بدأ افتح لاماكن بدأت الدنيا بدأت الدنيا بقى تمشي مع عمر دي حكت بدأت بقى الدنيا من بتتحك الدنيا بتتحك اه ولما بتقفل بتقفل ربنا ما قفلت كتير برضو بس لما بيتقفل باب بيتفتح شباك لا ده ربنا ربنا فتحها يعني فوق ما تتخيلي ربنا حرفيا حرفيا نسيت التعب بجد نسيته اه يعني لازم بس لازم تتعب وتشقى وتشتغل وتتحرك ومتقولش لقى للشغل وجرب طبع ما تبقاش قاعد مكانك يعني ما تبقاش كده طبعا تشتغل طبعا ده 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 اكتهل اقولك ايه ام ام مش عايز يعني النفس اقول لناس ايه بتعيب علينا دي اللي اكتهد احترم تجربتي انا في الحقيقة اش هحترم تجربتك ربنا ما قالش السعي ورقة وكراسة بات طبعا خد الشهادة ام انا بشوف شباب كتير بقولك انا اخدت الشهادة مع برومة اصان اعمل بش لا امين قالك كده ام انت لازم تشتغل على نفسك انت اخدت شهادة يا عمر اه طبعا معاي دبلوم على فكرة معاي دبلوم صنايا معاي شهادة دبلوم صنايا اتفهم وجهة نظري بس انا فانت طالب من الناس احترموا تجربتي اه احترموا تجربتي طبعا احترموا التجربة اي حد فينا طبعا اي حد فينا تعب اي بنيادم عنده تجربة المفروض الناس تحترمها واحد زي بيك يا ربنا ما وفرلوش الصوب اللي هو يتعلم هو ربنا عايز يرزقه لسبب ما انا معرفش هو ايه هو ربنا اراد ليه الرزق انتو مستكترين عليه الرزق مش اخد من رزقك حاجة لو انا ركبت عربية كويسة دي ما كانتش عربيتك على فكرة اصل البلد اصل دي بلد مغنيين البلد على فكرة ما بتدينيش دعم ده انا عشغلتي لا هو قوة نعمة في اي دولة في الدنيا حدا مهمة جدا انا شغلتي عرض وطلب على فكرة غيرك ايه ايه انا بعشر قروش في الفرق عايزني عايزني مش عايزني مش عايزني بدفع درائب زيك ودخلت الجيش زي زيك لما طلبني بس انت عندك كم سنة على كل ده عنده 34 سنة ايه لست صغير على كل المشوار الطويل اللي انت حكيته ده يعني انت بقى 13 سنة بقى 21 سنة طب 21 سنة اشتغلت طبعا مشوار طبعا طويل بس وصلت الحمد لله بس وصلت وحققت الحمد لله